السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته احتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير أسأل الله أن يسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن اللهم أمين مع تفسير بعض الآيات من صورة الأعراف مطلعها قول الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قوله تعالى من قوم موسى ما قوم موسى؟ قوم موسى هم بني إسرائيل فموسى عليه السلام إسرائيلي وأخوهر أيضا إسرائيلي ومعنى إسرائيلي أن نسبه يمتد حتى يصل إلى يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام فإسرائيل عليه الصلاة والسلام هو نبي الله يعقوب وهو المذكور في قول الله تعالى ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا والمذكور في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فإسرائيل هو نبي الله يعقوب ولا يخفى عليكم أن يوسف هو ابن يعقوب وهو أيضا إسرائيلي هو إسرائيلي فيقول الله تعالى ومن قوم موسى يعني من بني إسرائيل أمة أي جماعة وعدد كبير يهدون بالحق يرشدون إلى الحق ويدعون الناس إلى اتباع سبيل الحق وبه يعدلون في حكمهم وأهاليهم فليس الإسرائيليون كلهم كفر وكلهم قتل للأنبياء بغير الحق إنما من بني إسرائيل فئة مؤمنة تصدق بالله وتصدق بملائكته وتصدق بكتبه وتصدق برسله وتصدق باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فليس كلهم قتل للأنبياء بغير الحق قتل الأميرين بالقصة من الناس وليس كلهم كفارا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بل من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقد دل على ما ذكرت من أن الإسرائيليين منهم قوم من أهل الصلاح قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا أمنا به إنهم من عند رب أمنا به إن كنا من قبله مسلمين وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال تعالى من أهل الكتاب من أنت أمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من أنت منه بدينار لا يؤديه إليك وكان منه أولو العلم قد قال تعالى قل أمنوا به أو لا تؤمنوا يعني يا معشر كفار قريش أمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله كعبد الله بن سلام وغيره إذا يطل عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا فهذا هو التحرير فبن إسرائيل منهم أمة قائمة بأمر الله قائمة تصلي أناء الليل كما قال الله تعالى في كتابه الكريم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين فالإسرائيليون أعني ذرية إسرائيل عليه السلام منهم قوم مؤمنون صالحون يقضون بالحق يرشدون الناس إلى طريق الحق وبالحق يعدلون إذا حاكموا في القضايا وقد قال الله تعالى أو عفوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن المقصطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما أولوه الآية في أو ما ولو في رواية وأقول وبالله تعالى التوفيق إن الآية تستدل بها عدد من العلماء على أن العمل بالقضاء إذا كان قضاء شرعيا من الأعمال الطيبة ومن القربات التي نتقرب بها إلى الله فقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وإصلاح بين الناس بالعدل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعدل بين الاثنين صدقة فلذا يا إخوة لا ينبغي أبدا أن نسب إسرائيل إسرائيل نبي عليه الصلاة والسلام وكان من الخطأ الذي وقع فيه المسلمون أن أطلقوا على الدولة اليهودية اسم إسرائيل والصواب أنها الدولة اليهودية لأننا إذا نلنا منها وشتمنها وقلنا إسرائيل بها أو إسرائيل نلنا من نبي الله عليه الصلاة والسلام والذي يظهر أن التحرير أنه قال الدولة اليهودية حتى قولهم الدولة الصهيونية ليس في الكتاب العزيز إنما الصحيح أن تكون دولة اليهود أو الدولة اليهودية والله أعلم وإذا نسبناهم إلى وصولهم يهود بني قريضة يهود بني قينقاء لذلك كان ذلك الأمثل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقد طعناهم أي قد فرقناهم إثنتي عشرة أسباطا أمما والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب وقد طعناهم إثنتي عشرة أسباطا أمما قال بعض العلماء هؤلاء الأسباط هم ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام وهم أصول قبائل بني إسرائيل فإسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام كان له من الأولاد إثنتي عشر ولدا على أقل تقدير لأن يوسف الصديق قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ويوسف هو الثاني عشر عليه الصلاة والسلام فهولا تناسلوا أعني أولاد يعقوب الذين هم بنوا إسرائيل لصلب إسرائيل يعني من صلبه إثنى عشر تفرقوا وتناسلوا وتكاثروا فكان لكل واحد منهم قبيلة وتسمى الأسباط القبيلة تسمى الأسباط وقطعناهم إثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه طلب قوم موسى من موسى عليه السلام أن يدعو ربه بالسقية أو أن يسأل ربه السقية لأن الماء قطع قل فالماء لا ينزل من السماء إلا بأمر من الله ولا يتوقف إلا بأمر من الله فالسحاب الذي بين السماء والأرض مسخر وقد قال تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وقال نصيب به من نشاء ونصرف عن من نشاء فالذي يرسل السحاب والأمطار إلى الحبشة هو الله والذي يحول اتجاهها هو الله سبحانه وتعالى قال تعالى وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه طلب منه قومه السقية طلب منه قومه الماء لعطشهم لزرعهم لبهائمهم لغير ذلك إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر قال بعض العلماء في شريعتنا إذا أردنا السقيا نقوم ونصلي صلاة الاستسقاء المعروفة نصلي صلاة الاستسقاء المعروفة ونستغفر الله من ذنوبنا لكن بني إسرائيل لم تكن عندهم صلاة الاستسقاء نما طلبوا من موسى السقيا كان عندهم دعاء طلبوا من موسى السقيا فأوحينا إلى موسى وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه لما استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر قال الولماء العصر هذه فيها عدة معجزات من المعجزات التي في العصر ضرب بها موسى حجرا فأثر في الحجر لما هرب الحجر بثيابه إذ كان موسى عليه السلام يستاتر وراء الحجر هو يغتسل ضرب بها موسى البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم ضربها موسى فألقاها إذا هي حية تسعى فلها جملة من المعجزات ولم تكن هذه المعجزات والآيات تصدر من العصر نفسها إنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى أوحين إلى موسى إذ استسقاه قومه نضرب بعصاك الحجر هو سبب وإلا فالله قادر على أن يخرج الماء من الحجر بدون ضرب ولكنه إرشاد للأخذ بالأسباب كما قال سبحانه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكما قال لأيوب عليه السلام اضرب برجلك اضرب الأرض برجلك ولف الله قادر على أن يخرج الماء من الأرض بدون ضرب فأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أحين إلى موسى إذ استسقاه قومه نضرب بعصاك الحجر أي فضرب موسى الحجر وذل على ذلك السياق فانبجست منه إثنة عشر عطاين الإنبيجاز أول الانفجار قال تعالى في آية البقرة فانفجرت وهنا فانبجست قال فريق من الولماء الإنبيجاز الإنبيجاز عفواً الإنبيجاز مقدمة الإنفجار انبجست بدأت البداية خرجت بسرعة والإنفجار إنفجار قوي منه اثنة عشرة عين أي لكل صبط لكل قبيلة عين قال تعالى قد علم كل أناس مشربهم حتى لا يحدث اختلاف شرع تقسيم الماء شرع هذه العين لبني فلان هذه لبني فلان هذه لبني فلان حددت لأن الشيطان ينزغ بين العباد أحياناً يجوز تقسيم الطعام والشراب زبح النبي شاتاً فاحتز لكل صحابي حزة منها وأحياناً يجتمع الناس على الطعام وكل واسع وقد قال تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً قد علم كل أناس مشربهم فأجوز تقسيم الماء عند الاختلاف لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك وقد قال تعالى في شأن قوم ثمود مع الناقة ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر وقال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم فللقوم يوم وللناقة يوم والقوم أنفسهم بينهم تقسيمات للمياه نبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فيجوز تقسيم الطعام يجوز تقسيم الشراب وينفع تقسيم الطعام حين أن تكون على سفرة عليها رز ولحن فهناك قوم لا يستحيون يمد يده للحم فقط والتقطه بسرعة ويلتهمه التهم الجشع الطماء وآخر حي فإذا قسمت الطعام بينهم كان لذلك وجه قوي أما إذا كان في الطعام بزيادة فلا بأس حينئذ بعدم التقسيم قال تعالى فانبجست منه اثنت عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم العين التي يشربون منها فهذه نعم من الله الماء أتهم يجري كل قبيلة يأتيها الماء إلى مكانها هذا من فضل الله عليهم وظللنا عليهم الغمام الغمام السحاب وكيف ذلك لما ضرب على بني إسرائيل التيه في الأرض لما ضرب على بني إسرائيل التيه في الأرض وقدر الله عليهم أن يتيهون في الأرض أربعين سنة لما نكلوا عن دخول الأرض المقدسة لما نكلوا عن القتال مع موسى عليه السلام إذ قال لهم موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين إلى أن قالوا في النهاية يا موسى إنا لن ندخلها أبدا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال تعالى فإنها محرمة عليهم أو موسى أولا قال رب إني لا أملك إلا نفس وأخي فأفرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال إنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض هذا الذي يطلق العلام عليه التيه الذي ضرب على بني إسرائيل التيه الذي ضرب على بني إسرائيل فتاه في الأرض أربعين سنة يمشون مسافات وأرجع إلى حيث بدأ يمشون في سيناء مثلا ما آت الكيل وآت فجأ إنه رجع إلى المكان الذي بدأ منه رحمة من الله بهم في هذا التيه لمدة أربعين سنة وممنوع من دخول القرية خلاص لن يدخل القرية أربعين سنة يتيهون في الأرض فرحمة من الله بهم أرض رملية يتيهون فيها أرض لا ظل فيها ولا بيوت ظلل الله عليهم الغمام وزي منقبة كبيرة لهم بسبب النبي موسى عليه السلام يعني الغمام مستحاب كلما صاروا في الشمس صار السحاب معهم يغطيهم ويكنهم من حرارة الشمس يظلهم الغمام هذا قوله وظللنا عليهم الغمام منة من الله عليهم وأنزلنا عليهم المن والسلوى والمن طعام من الله به على بني إسرائيل من غير كلفة وقد قال النبي عليه الصلاة الكمأة من المن ومأوها شفاء للعين والسلوى طائر يشبه السمان فقالوا في المن شراب مثل العسل أحيان نكون على ورق الشجر يشربون منه وقيل غير ذلك نهم من من به الله على بني إسرائيل وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى غير تكليف مظلة السحاب أكل السلوى من أشهل مطعمات آنذاك والمن شراب مش بالعسل من الله به على بني إسرائيل كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ما أطاعونا عفوا ما أضرون بمخالفتهم ولكن أضروا بأنفسهم ضروا بأنفسهم وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ما نقص شيئا من عندنا ولكن بخصوا أنفسهم حقوقها نفسك لها عليك حق نفسك لها عليك حق أن تعد لها من متكأ حسنا يوم القيامة منزلا حسنا تنزل فيه يوم القيامة من حق عليك أن تؤمنها فأنت تظلمها إذا أنزلتها أسوء المنازل إذا أنزلتها النار فقد ظلمتها هذا وبهذا القدر أشتزئ مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعمه ثم الشكر موصول لإخوان أصحاب هذه القناة وقناتهم وقناتهم سلمهم الله من كل سوء ومن كل مكروه وسوء وكذا موصول العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا